اهلا بكم الى هذه النشرة الاخبارية نبدأها بالعنوين قتل وجرح مدنيون بقصف ميليشيا اسد على مدينة الباب شرق حلب مظاهرات في ادلب ضد قرارات هيئة تحرير الشام برفع اجور المحلات التجارية بوسطة روسية ميليشيا اسد وقصد تتبادلان محتجزين في القامشلي اكثر من 15 قتيلا وجرحا لميليشيا قصد بهجوما جديدا لداعش في ديرزور تواصل الاحتجاجات في لبنان وحسان الدياب يهدد بالتخلي عن مهامه عمليات تطيل القام عشرة سنتيمترات في ثلاثة اشهر فقط مجموعة مشافي افاسيين العالمية اهلا بكم ما فدى مراسل اورينت بمقتل مدنيا واصابة اخرين اثنى قصفا مدفعيا نفذته ميليشيا اسد الطائفية على مدينة الباب شرق حلب ولفت مراسلنا الى ان مدفعية الجيش التركي والفصائل ردت باستهدف مواقع الميليشيات الطائفية في منطقة منبج جاء ذلك بعد يوم على قصفا صاروخيا استهدف حرقات ترحين ومعبر الحمران والذي اسفر عن مقتل اربعة مدنيين بينهم عنصر من دفاع المدني واصابة اكثر من اربعين اخرين ينضم الينا من نريف حلب مراسل اورينت عمار جابر اهلا بك عمار كيف يبدو الوضع في مدينة الباب بعد القصف الذي تعرضت له نعم احلام بالفعل لقصفة ميليشيا اسد اليوم عدة مناطق بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي طبعا القصف استهدف منطقة يتواجد بها رعاة للغنم ما اسفر عن استشهاد شخص من هؤلاء الرعاة وايضا انصابة اخرين بالاضافة ايضا لدمار في عدة مناطق نتيجة قصف هذه المناطق وتحديدا تركز القصف على منطقة الدانا وايضا بريتا هذه المناطق التي تقع في الجهة الغربية من مدينة الباب طبعا حالة هلاء حقيقة يعيشها اهالي مدينة الباب نتيجة القصف المستمر خلال اليومين الماضيين حيث ايضا انتهت فرق الدفاع المدني قبل بضع ساعات من اخماد الحرائق التي اندلعت في منطقة الحمران وايضا ترحين التي استهدفت سوقا ومعبرا للمحروقات هناك قوات النظام طبعا الحصيلة النهائية لهذا الاستهداف ايضا ثلاث شهداء احدهم عنصر من الدفاع المدنيين بالاضافة لصابة 48 أخرين من المدنيين الذين كانوا في هذه المنطقة وهم تجار للمحروقات طبعا القصف حقيقة استهدف هذه المناطق وردت مباشرة المدفعية التركية وايضا الفصائل هناك على مناطق قوات النظام والمواقع التي تسيطر عليها قوات النظام في محيط مدينة منبج بديف حلب الشرقي نعم هل هدأت الأوضاع إلى هذه الساعة من أنها متوترة ما زالت في الحقيقة يعني القصف الذي استهدف اليوم محيط مدينة الباب يشير بأن ربما هناك تصعيد ويخشى لها لحقيقة في تلك المناطق من تصعيد لميليشيا أسد على هذه المناطق باعتبار أن المنطقة لم تشهد قصفا منذ فترات طويلة ولكن على مدار اليومين الماضيين هناك قصف مستمن من قبل قوات النظام وهذا ما يعني يجعل الخوف متوجد دائما في قلوب الهالي هناك في تلك المناطق أمار بالحديث عن التصعيد هل من تعزيزات عسكرية بحسب المعلومات المتوفرة لديك وصلت إلى المناطق المتاخمة إلى مناطق الباب من قبل ميليشيا أسد؟ في الحقيقة خلال الفترات الماضية خلال عشرة أيام كان هناك بالفعل بحسب مصادر في منطقة منبج وأيضا محيط مدينة الباب هناك تعزيزات وصلت لميليشيات إيرانية وأيضا عدد من قوات النظام كان بينها عدد من المدرعات ولكن بحسب ما رصد ناشطون في تلك المنطقة بأنها تعزيزات ليست بهدف عمل عسكري وأيضا صرح الجيش الوطني بأن هذه التعزيزات هي لتبديل النقاط أو تعزيز للنقاط المتواجدة على التخوم وأيضا محيط مدينة الباب بريف حلب الشرق أمام هذا التصعيد المفاجئة اليوم ما هي خيارات الفصائر المتواجدة في مدينة الباب وخصوصا كما ذكرت عمار كانت المنطقة تعيش هدوء نسبي هناك تعزيزات أيضا للجيش الوطني على معظم تلك المحاور الجيش التركي أيضا حاضر في عدة نقاط في تلك المحاور لربما في حال صار أي هجوم أو أي محاولة تقدم لقوات النظام على تلك المحاور فالخيار الوحيد هو التصدي لهذه المحاولات في حال قامت ميليشيا أسد بشن عملية عسكرية على تلك المناطق وهناك جاهزية دائما على تلك المحاور من لقوة رابط الثلاثين يوم هناك تجهيزات وهناك رفع للجاهزية على معظم المحاور للجيش الوطني وأيضا الجيش التركي المتواجد بنقاطه العسكرية في تلك المناطق شكرا جزيلا لك عمار جابر مراسل أوريانت كنت معنا من ريف حلب إلى أدلب حيث قال مراسلنا أن مدنيين أصيبوا بقصف مدفعي لميليشيا أسد على مدينة أريحة جنوب المحافظة وضف أن القصف استهدف المنازل السكنية وسوق المدينة في حين عملت فرق دفاع المدني على إنقاذ المصابين وتأمين المناطق المستهدفة ونبقى في إدلب حيث تظاهر عدد من المدنيين في مدينة إدلب ضد قرارات ما تسمى حكومة الإنقاذ المدعومة من قبل هيئة تحرير الشام الهدفة لرفع أسعار أجور العقارات والمحلات التجارية لأكثر من 800% من ليش أنتم طالعين؟ شو السبب؟ وشو مطالبكم؟ مطالبنا مشاغل الأجارات طبع الأواف رفعونا الأجارات الشيخة وستعش ضعف يعني المحل اللي كان إجرته 50 دولار صار إجرته 600 دولار في منه اللي كان 25 دولار صار 300 دولار نحن أصحاب محلات أوقاف مدينة إدلب نحن خرجتنا اليوم الهدف لنا الاعتراض على الزيادة اللي بلغنا فيها جابل أو قاف لأن زيادة ظالمة وجائرة على أصحاب المحلات يعني زيادات باهظة يعني صاحب المحل ما بيقدر بيطالع 4500 دولار أو 600 دولار إجرت المحل مصيبي نحن يا أخ سنويا سنويا 4500 سنويا و 4500 سنويا اعتدى عناصر من هيئة تحرير الشام على مظاهرة نسائية في بلدة السحارة غرب حلم وطالبت النساء بالإفراج عن أبنائهن المعتقدين في زجون الهيئة منذ أشهر في وقت يواصل عناصر الهيئة التضييق على المدنيين في الشمال المحرر بفرض الإتاوات والاعتقالات أفرجت قصد عن عنصرين لميليشيا أسد الطائفية ضمن عملية تبادل بينهما بوساطة من الاحتلال الروسي في القامشلي وأوضحت شبكات إخبارية محلية أن العناصر المفرجة عنهم من قبل قصد اعتقلوا قبل أيام على خلفية التوتر مع الميليشيات الطائفية في المدينة تبنى تنظيم داعش مقتل وإصابة 15 عنصرا لميليشيا قصد في هجوم جديد شرق ديرزور وقالت سائل إعلام تابع للتنظيم أن عناصره هجموا مقرا لميليشيا قصد في بلدة شحيل ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر ولفتت إلى أن كمينا نصبه التنظيم عند قدوم عناصر للميليشيات إلى منطقة الاستهداف ما أدى لارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوفهم قال ناشطون أن انفجارين متتاليين ضرباء العاصمة دمشق وأسفراء عن وقوع قتلى وجرحى وضفوا أن شخصين قتلى بانفجار عبوة الناسفة في منطقة السيدة زينب معقل الميليشيات الإيرانية وألفت إلى أن شخصا ثالثا قتلى بانفجار قنبلة يدوية في جرمانا بضواحي دمشق أصيب سبعة محتجين لبنانيين بجروح إثر تعرضهم لحادث دهس متعمد في مظاهرة جنوب العاصمة بيروت في وقتا حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حذر بتخلي عن مهامه وسط تصاعد الاحتجاجات في مختلف المناطق دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم المالي والتقني من أجل عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم وأكد أردوغان خلال مباحثات نجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكد أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تقدم الحماية والمساعدة لملايين السوريين مشددا على أهمية استمرار العملية السياسية في سوريا بشكل فعال وصل البابا فرنسي الصباح اليوم إلى مدينة الموصل شمال العراق والتي كانت معقلا لتنظيم داعش والتقى بابا الفاتيكان يوم أمس مع المرجع الشعي العراقي الأعلى علي السستاني في النجف في حين تنتهي زيارته إلى العراق والتي وصفت بالتاريخية يوم الغد المزيد من الأخبار دائما على منصات أوريانت على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على الموقع الإلكتروني أوريانتاش نيوز دوت نت شكرا لك بالمتابعة وبإمان الله اشتركوا في القناة